اهلا بكم في فقرة رواد الخير مشاهدين جمعيات المجتمع المدني اسهاما كبيرا في تعزيز ثقافة الخير والتطوع في المجتمع والتي تعتبر خصال أصيلة في مجتمع الإمارات وصلنا الحمد لله نرى متطوعين ومتطوعات للخير ومن مختلف الأعمار بالتوازي مع الفعليات والأنشطة التي تصاحب عام الخير في فقرة رواد الخير نستضيف أحدى رواد الخير في الإمارات وهي دكتورة غادة المرشدي مؤسس الحور للفعاليات حياتي الله دكتورة وشكرا وجودت معنا في هذه الفقرة شرف لي الله يفعل دكتورة طبعا أول شيء لو بنتكلم عن ملامح مؤسسة حور للفعاليات والتقدمة بشكل عام مؤسسة حور للفعاليات هي أساسها كمؤسسة الفكرة هي تجتمع فيها المبدعون هذه فكرتها كأساسية وهي تسهم في العمل التطوعي وترسخ المسؤولية المجتمعية جميل جميل من أهم الأنشطة التي تركزون عليها في فعالياتكم المجتمعية تختارونها أم حسب الموجود والذي يتطلب الوقت الحالي أم لا أنتوا تقعدون وتفحصون ما يبونه لا أكيد طبعا خلال بداية قبل بداية طبعا كل سنة نقوم بعمل طبعا خطة مدروسة من خلال طبعا تسيق مع المناسبات العالمية والمناسبات المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة طبعا من الأنشطة التي تقوم فيها والتركيز عليها في هذه المؤسسة منها طبعا في مجال الإعلام في مجال الرياضة في مجال خدمة أصحاب الهمم جميل في مجال كبار الثن في مجال مثلا دعم الأيتام ذو الدخل المحدود للحجاج أيضا لهم مجال في هذا وكثير طبعا من مجالات المختلفة جميل أننا دخلوا عبدالله ترى الرياضة والإعنام دخلوا شرائح يمكن يديد يعني ما نسمعها وايت في الجمعيات التطوعية أو الفعليات فجميل أنكم تختارون مواضيع تختلف عن الأماكن الأخرى طيب هل هناك مبادرات خاصة يعني شعرتم أنكم تركتم بصمة موجودة فيها من خلال مشاركتكم نعم أكيد بعض هذه المبادرات هي لفئة ذوي الدخل المحدود من الدول المختلفة لا يذكر مثلا الدول الفئات مثلا دول الجنسيات المختلفة مثل الجنسيات الباكستانية الهندية وغيرها اللي محتاجين في فئة أو في فترات محددة مثال بداية المدارس الأعياد فبعض المبادرات اللي قمنا بها مبادرات خيرية هي كسوة العيد مشاركتهم الفرحة في مجالات مختلفة استقبالهم عندما يرون وجودكم وتواجدكم خبرين عن حالتهم هم كأشخاص كيف تعاملوا وكيف رأوا الموضوع من منظورهم وهم الخاص دائما التركيز يكون على الأطفال في هذه الفئات وهذه البيوت عندما نقوم بزيارة هذه الفئات نقوم بتقييم الدخل هل هم من المحتاجين أو لا فدايما الفرحة نجيتها في الأطفال وهذا ما يبهجني لأن سعادة الكبار أصلا في سعادة أطفالهم يعني رغبتهم الرئيسية أن عيالهم يكونوا مرتاحين ومبسوطين وبالتالي أنت وأسعدت والطرفين أكيد دكتورة غادة يعني كل سنة شوخنا الله يحفظهم يسمون كل عام بمسمى هم يشوفونها حسب استراتيجيتهم ورأيتهم الرشيدة ما شاء الله عليهم عام الخير كيف كان تفاعلكم معه وأيضا عام زايد إن شاء الله رح يكون 2018 شوالله فشو توجيهاتكم أو شو استراتيجيتكم اللي سويتوها عام الخير هذا العام الحمد لله قمنا بالأديد من المبادرات منها مبادرات داخل الدولة محلية ومبادرات خارجية إذا أبدأ بذكر مبادرات الخارجية منها مبادرات في حدة بعض الدول منها دولة جمهورية الهند ومصر الشقيقة وذلك من خلال مبادرات منها إفطار صائم مبادرات رمضانية منها ترميم بعض المدارس بناء بعض المساجد وهناك أيضا بعض المبادرات الداخلية في الدولة المحلية مثل ما ذكرتها رمضانية وغيرها اهتمام بالبيئة مثل حملات نظف وليمات فنحن كمؤسسة نقوم أيضا بالتعاون مع الجهات المختلفة ليس فقط كمؤسسة وحيدة يعني هم مهتمين طول السنة أنتم مهتمين في كل الفعاليات الموجودة والعمال التطوع وليس فقط في أشهر معينة مثلا قبل العيد أو فترة رمضان لا أنتم طول السنة شغالين في الفعاليات هذه دائما خلال السنة وتعاون بين الجهات دائما هذه المؤسسات الاجتماعية طبعا لها دور كبير في تفعيل عمل الخير والتطوع في المجتمع شفتوا أنه من خلالكم كمؤسسات مجتمعية واجتماعية يعني تحتوي الناس وتحاول أن تأخذ المطوعين وتنقلهم إلى مساحات مختلفة أداءكم كان يعني بقوة المؤسسات الخيرية الموجودة في الدولة أو كنتم تتعاملون معهم جنبا إلى جنب حتى الهدف يكون في النهاية هو هذا المجتمع بيني يعيش بسعادة الأكيد طبعا هو جنبا بجنب والدليل على ذلك منصة الإمارات المتطوعين التي أصدرها الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد طول الله عمرهم الله يحسن وحفظهم يا رب العالمين فالهدف هو أن تكون كمنصة لكل الفرق التطوعية لكل المؤسسات لتكون على يد وحدة لتقدم الخير وتسهم في بناء هذا المجتمع وتكافل هذا المجتمع طب هذه المنصة عندما صدر هذا القرار كيف تم التعامل معها؟ هل بدأت الجمعيات والمؤسسات التحالف مع بعض؟ أو شو اللي قاعد يصير حاليا؟ نعم طبعا هذه المؤسسة هذه المنصة بدأت بتعاون بين تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات وأيضا الجهات المختلفة قامت أيضا بالتعاون كحكومة وكهيئات من خلال هذه أن إذا أحتاج مثلا المتطوعين عن طريق هذه المنصة ففي تعاون كبير دكتورة أنتي موشالله إليتش دكتورة في جامعة الإمارات محاضرة في تدريس التربية موشالله إليتش وأيضا خط في تجربة التطوع الأعمال الخيرية شو غيرت في حياة الدكتورة؟ طبعا غيرت الكثير هم مثلا أنتم متصليمة بعض التربية أكيد يعني ما تسوي إلا أن تغير من أطباع الشخص إلى الأحسن فأكيد الحكومة في تطوع وعمال خيرية ولكن شو غيرت بشكل شخصي لتشعر أنت؟ طبعا إذا ذكرت عن طريق مهنتي كأستاذة في جامعة الإمارات عندنا جزء مهم هو خدمة المجتمع فهو جزء من خدمة المجتمع ناحية العمل التطوعي طبعا الداخلي والخارجي طبعا غيرت الكثير لأن هناك التقاء وتعاون بين الجهات وفئات عمرية مختلفة أصحاب الهمم شفئة الشباب فئة كبار السن كان لنزيارات كثيرة في المستشفيات وغيرها ويدخال البهجة والفرحة لهذه الفئات ومنها أيضا ذوي الدخل المحدود وغيرهم فدائما هو السعي للخير وخدمة المجتمع هو الهدف من كعضو هيئة التدريس هو كجزء من التقييم لعضو هيئة التدريس وهذا أيضا يساهم في خدمة المجتمع بشكل عام طيب إذا ما ذهبنا يمكن نحاول نأخذ نهاية الحديث عن عام زايد بإذن الله كيف استعداداتكم؟ بشكل عام زايد من ناحة الخطة التي نقوم بها هي تركيز على البيئة بشكل عام ونقطة الابتكار من ناحية الشباب والأطفال هذا هو مصاب عيونكم الحين أنكم تشتغلون على هذا الأمر والأيتام كجزء منه وكبار سنشغالين طبعا على الحظة الله أحفظكم يا رب أكيد أجندة تكون حافلة بأنها عام زايد بإذن الله فإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق أيادي بيضاء دائما في دولة الإمارات خارج وداخل الدولة ونتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله شكرا لكم كلي شكرا لك